شرع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اليوم الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سمسيلتا قصد الوقوف على عديد المشاريع التي تخص القطاع ومعاينة بعض الأقطاب الحضرية التي لا تزال قيد الإنجاز على غرار القطب الحضرية بومنغوشة ومشروع التهيئة الحضرية بوسط بلدية خمستي حيث كان في استقبالها ولولاية سمسيلتا بوازيد فتحي وتأتي زيارة وزير السكن بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ البرامج التنموية التكملية الخاصة بولايات الجلفة وخنش لواتين دوفا وتي سمسيلتا